زي ما قلتك وزير الزراعة مرتعش الحيطة ومتردد وفي النهاية الحق غلب يعني المنطق والحق غلب مجلس الوزراء طار يتدخل طبعا لانه الراجل نتيجة الخوف وارتعاش الايدي وخاف قال لك لا ده ما هيزنقوني في الحيطة ويقولوا لك انت بتدخل امح مش عارف شكله ازاي وكده ولا اهتم بتقارير منظمة الصحة ولا اهتم بتقارير الفاو ولا اهتم حتى بالمعايير اللي عملها المنظمات الصحية المصرية في استلام الامح احنا بناخد الامح من زمان ففي معايير في كود مصري حتى كود المصري ده هو ما عمله ورغم ان بتوع الطب اللقائي قاله انه الامح لما بيدخل في دورته الطبيعية لحد ما ينتج دقيق بيصل الى زيره من هذا الفطر الا انه برضو كل ده عصف به وضرب به عرض الحائط وانتوا عارفين الناس في مصر لما عندهاش معلومات بتزيد في الزيتة فانت الزيتة زاطت لكن الحقيقة هما النهاردة انا بعتقد انه نهاردة ممكن نسميها تراجع وزير الصراع ولكن الحكومة تصحح المصار يعني المصار الاصح انه كان يحصل اللي حصل النهاردة انه الحكومة قالت بعد اجتماع كبير في مجلس الوزراء انه لن نسمح بدخول اقماح تتعدى نسبة الارجد المقررة بالمواصفات القياسية المصرية والدولية يعني يا جماعة احنا هنلتزم المعايير العالمية المعايير اللي ماشي عليها والمعايير اللي عالم ماشي عليها فدي اللي هو الوزير من خوفه يعني واضطرابه حتى ما قالك لا لا حسن يودوني في ده يا حبيبي مش كده وكمان مجلس الوزراء قال انه بيتم التعاقد مع شركة علامية متخصصة لفحص واستلام القمح المستورد فده بالحقيقة خبر مهم ومهم جدا لانه ده تصحيح سريع وشجاع ايضا يعني هما برضو لو كانوا مرتعشين زيه كانوا قالوا انا هاري سويد يعني احنا هنطلع دلوقتي نقول لا احنا هنلغي قرار وزير الزراعة فيطلعوا قولنا لا يعني انتوا عايزين تسارطان المصريين انا رأي انه كان في شجاع النهاردة وما فكروش بالطريقة دي وانه كان في وان الحكومة كانت شجاعنا هنحزت للحق هي القضية مش هتتشتم بايه ولا هيتقال عليك ايه القضية انك تنفذ الصح ويصدقوني يمكن زمانك في بعض يعني كانت الاجواء اي قرار للحكومة بيتاجم دلوقتي لا فيه بقى فيه حتى رشدة عند الناس ورشدة في الاعلام انه الامور بتتخذ على مهل لانه هذا القرار لو كان مشي اللهم اينا احنا كنا دخلنا في مصيبة سودة والله ما اينا كنا كان ولا حاجة من عندنا تصدرت وما بقاش عندنا امح لانه لما جم اعلانه قالوا يا جماعة احنا عايزين امح زير وارجوت الفطر صفر ولا واحد يتقدم لانه ما فيش اصلا يعني هذا المطلب ان شاء الله كلكم تنعموا بيه باذن الله تعالى في جنة الخلد باذن الله انه يعني ايه انه دي بقى مش هيبقى فيه لها فطر ولا اي حاجة واناكل اكل الجميل ان شاء الله لمن يكتب له الله ذلك